اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا استاذ هرمام الشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية هي درم وسائل بهذا الوطن ما حدث من الجماعة الارهابية اول ايام العيد وفجر يوم العيد لن يمر مرور الكرام ولن يكون صورة غضب تكون نتيجتها هذا العدد الذي تجاوز الواحد وثلاثين خلال ثلاثة ايام فقط هي المدة التي من تاريخ تلك العصابة الارهابية وقامت على فعلتها النقراء بقرض تنغيث او بقرض احفاظ الشعب المصر في فرحاته في يوم العيد الفطر المبارك فهذا ما فعلوه وانهم يدنوا ثمارا ما فعلوا هذه العصابة الارهابية التي لا تريد الخير لمصر ولا تريد الخير لهذا الشعب وهم ليسوا بمصريين بل مقيمين بيننا او يسكنون بيننا ولا علاقة لهم لا بالوطن المصري ولا بالمصريين عموما وهذا الجهد الذي يقوم به رجال الامن بمتعالف اجهزة جمع المعلومات المختلفة سواء الامن الوطن او الامن العام او المطابرات الحربية او المطابرات العامة فهذا هو جهد المواطن الثناوي الاصيل المحزة لبلده والمحزة لوطنه والذي يقف بالمرتاد لهؤلاء الارهابيين لتغسيتها الشعب الثناوي فالشعب الثناوي معروف بوطنيته وحبه لوطنه ووقوفه في دوار ابناء وطنه ويعمل منذ الخدم على تصدير سماء الحبيثة من كل هؤلاء الارهابيين وبإذن الله سيتم ذلك في الايام والسعات الصادمة هذا الجهد الذي يقوم به رجال الامن العام هو جهد مشكور وسأر حقيقي لشهدائنا الابرار الذين قدموا حياتهم في سبيل هذا الوصن في صبيحة يوم العين نعم سيت اللواء جاء في بيان الداخلية ان هؤلاء الارهابيون او الارهابيين تحصنوا في احد العقارات المدنية الموجودة في هذه المناطق لماذا يصر الارهابيون باستخدام المدنيين كدروع بشرية والاختباء في وسط العناصر المدنية والمواطنين السنويين الموجودين في العريش شوف هؤلاء خطفيش الظلام لا يستطيعون المواجهة بائما ابدا يتحصن خلف المواطنين الامنين ويعيشون بينهم مهددين لهم متخدين منهم دروعا حتى يجعلوا جد الامن مغدولة في القضاء عليهم ولهذا ستجركهم الابئذة الامنية الى الاماكن التي يتم الاثور عليهم فيها ويتم مرسلهم والتخلص منهم مثل الثمانية اللي قتلوا في مزرعة ستون وفجر اليوم الاربعة الذين تم قتلون في هذا المسكن المهبور الموجود في منصفة ابو عيس في جنوب العريش هؤلاء الهبنين خطفيش الظلام لا يستطيعون المواجهة على الاطلاق هم يظهرون فجأة ويختفون فجأة في وسط الامنين وفي وسط المناطق السكنية او يختفون تحت الارض كالجرزان تماما طيب ستلواء كما تعلم ان المعلومة او اجهزة المعلومات هي رأس الحربة في القضاء على العمليات الارهابية ومكافحات الارهاب سواء في سيناء او في حتى اي من البقعة داخل مصر وخارجها دور اجهزة المعلومات ودور المعلومة في مثل هكذا عمليات استباقية تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الامنية في مصر أنا قلتها لك وانت بتقولها ايضا اجهزة جمع المعلومات وقلتلك اجهزة جمع المعلومات اما المخابرات العامة او المخابرات الحربية او فطاع الامن الوطني في وزارة الداخلية او فطاع الامن العام كل مصدر هذه المعلومات هو المواصن المصري ايا مكان سواء في الفلسة او في الصعيف او في الغرب او في الشرطة او في الجنوب المواصن المصري هو مصدر تلك المعلومات المواصن الحقيقي المحب لوطني الذي يرغب في ان يكون وطنيه سيدا في هذا العالم المواصن المصري الذي يرغب في ان يرى مجال السنية يزيد ويزيد لانه يعلم تماما ان الاشتباتات التي تتل بين الاجهزة الامنية وتلك العصبات الارهابية الممولة من الخارج والتي لديها معلومات البشيسية من اجهزة مخابرات لا ترغب بمصر الاتقرار ولا ترغب بمصر ان تنمو هذا هو دور الاجهزة الامنية ودور اجهزة جمع المعلومات في السيطرة على تلك العصبات الارهابية نعم سيدة اللواء فؤاد المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق فاروق عفوا المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة وعلى هذه المعلومات ولازلنا مشاهدة العزاء في هذا الموضوع وفي هذا الخبر يضموا الى الهدفين سيدة اللواء دكتور ايهاب يوسف خبير في ادارة المخاطر الامنية سيدة اللواء نرحب بك على اكترا نيوز وكيف تقيم ردة فعل وزارة الداخلية عقب هذا الحدث الارهابية الذي وقع فجر الخامس من يونيو الجارية السلام أخير سوف أمام تحياتي لحضرتك كل سادة المشاهدين بلا شك عمليات المتابعة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية للقبض او السيطرة على الارهابيين اللي قاموا بهذه العملية وعمليات اخرى والمحتملين في نفس الوقت انهم يقوموا بعملياتهم مرحلة القادمة ده العمل الروتيني بتاع وزارة الداخلية فوزارة الداخلية حريصة على انها تحر فينا من الارهابيين بالتعاون مع قوات المسلحة ويسلم معلومات طبعا الحادث اللي حصل يوم خمسة حادث مؤسم ومؤلم لان مصر كانت بتتعد الاحتفال بعيد الانفتر مبارك ولكن لأسف هذا الحادث آلة من شعب المصر كله مش بس أسر الشهداء والمصابين ولكن وزارة الداخلية كعهدها بتقوم بعملات التطهير المتابعة وعملات رصد أماكن هؤلاء الارهابيين عشان يتم القبض عليهم للأسف لما بتتوكه وزارة الداخلية القبض عليهم للأرهابيين بالطبيعي ان هم بيسلموش نفسهم لان هم عارفين ان هم حيتم محاكمتهم وحاكمها عادلة وسيتم القصاص منهم فبيقوموا أجهزة الأمن أثناء محاولة القبض عليهم وده بينتج عنه أعمليات القتل اللي بتحصل في بعض الأحيان بعض أجهزة المخابرات اللي كان بيشير لها ساتلوا فاروق في الدول الأخرى بتشير إليها إلى أنها قتل خارج القانون هنا لازم نوضح لأستاذة المشاهدين ان أجهزة الأمن لما بتروح تقبض على واحد هي حريصة على أنها تجيبه حي وبتاخد كل الإجراءات القانونية وبتتازم النيابة العامة عشان تقبض عليه ولكن للأسف هو طبعاً بيسلمش نفسه وده طبيعي لأن أي إرهاب النهاردة لما حيتم القبض عليه هو عارف أن هو حيتم محاكمته فبالتالي بيقاوم تستلمه فبيصبح جهزة الأمن ما عندهاش حل غير أنها تتعامل معاه بالسلاح وده بيودي بيتم قبض بيتم قتله تأكيد لكلام حضاك سات اللوة نحن حالياً بنعرض فيديوهات لأحدى عمليات محاولة القاءة القبضة على هؤلاء الإرهابيين وتبادل إطلاق النار قوات الشرطة مع هذه العناصر الإرهابية وبالتالي من حق قوات الشرطة أن تدفع عن الوطن وأن تدفع عن نفسها وأن تبادل هؤلاء الإرهابيين في إطلاق النار وبالتالي يتم القضاء عليه بذلك أنا أشكر حياتك عن الإضافة دي لأن احنا النهاردة بنواجه حاجتين بنواجه إرهاب داخلي وبنواجه محاولة لإساءة السمعة التولية المصر والتشهير بيها في المجتمع الدولي خصوصاً من كماعيات حق الإنسان مشبوهة زي يوم الرائد سواتش وخلافه بتبتدي تدعي أن لا أنت ما بتحاولش تقبض عليهم أنت بتموتهم والقتل ده خارج القانون احنا هنا لازم نوضح أن الشرطي أو قاتل مسلحة أو فرض الأمن اللي بيروح عشان خاطر يقبض على الإرهابي هو حاطت روحه على كفه هو بيعرض حياته ودي أسمى حقوق الإنسان هي الحق في الحياة بيعرض حياته لأنها تنتهي على يد هذا الإرهابي الخصيص عشان يحمي الشعب المصري فبالتالي هو من حقه أو من شأنه أو من قدرته أو بوفقاً للقانون أفسط حقوق الدفاع الشرع عن نفس إنه لو ما سلمش نفسه هو بيختص منه وبيقضي عليه فالشاهد هكذا تتكلم على متابعة الحدث اللي حصل فيه خمسة ستة وده حدث موصف جدا الهجس الأمن بتتابع عمليات القبض على هؤلاء الإرهابين نجحت فيه تحديث ثلاث أماكن حتى الآن وتم التعامل معهم فكانت النتيجة إن تم قضاء على أربعة عشر إرهابي في اليوم الأول اللي هو في حي المساعد ثمانية في قطعة الأرض في العبود والبان الأخير اللي حشرت إليه النهار أربعة وخمسة أثناء هذه العملية الإرهابية تم القضاء على خمسة من العناصر الإرهابية بتأكيد ستة اللواء دكتور إهاب هناك الكثير من الدعم سواء المالي أو اللوجيستي اللي تحصل عليه العناصر الإرهابية تحصل عليه من الخارج من بعض الأجهزة وربما بعض الدول الإقليمية التي نعرفها والتي نحددها دوما لماذا المجتمع الدولي لا يعمل على وقف وتقليص التمويد للجماعات الإرهابية والعناصر الإرهابية بشكل حاجة جدا على السؤال الفكرة أنت النهاردة ما عندكش تعريف واضح للإرهاب وبالتالي ما قد ترى سبتك إرهاب قد يرى الآخر في حديد مصير أو ما خلق نحن نهاردة لما بنجي نتكلم على أن نحن بنطلب مثلا من قطر نحن تسلمنا مجبوعة من الإرهابين اللي موجودين عندهم هناك ومحددين بالاسم ومنهم عاصم عبد الماجد اللي قتل أكتر من مئة مئة شرطي في أحداث يعني الثمانينات في مصر وكان محكوم عليه بحكم بالإعدام لما بنقول لهم سلموهن بيقول لحيك لا ده قاعد عشان خاطر هو بيعني ما يظلمش فيه محاكمة مش عارف عملة إزاي فبالتالي أنت النهاردة محتاج أن أنت يحصل تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب وتسكين من مجرمين أنا أعتقد أن العالم الأوروبي يبدأ يستوعب أهمية ده ويمكن ده فتح مجال للتعاون مع مصر في مجموعة كبيرة من البيانات والإحصاءات حوالين من يطلقون عليهم المقاتلين الأجانب أو الإرهابيين المنضمين لداعش ولكن مزاد بعض الدول العربية للأسف ودول في المنطقة بنتكلم على سرقيا وقطر بالتحديد بيبدوا دعم لهؤلاء الإرهابيين سواء دعم لوجستي أو دعم بتوفير مكان آمن لهم يقدروا يعيشوا فيه ويخططوا العملات الإرهابية بتحصل فيه طبعا العملات اللي بتقوم بيها قوات المسلحة والشرطة في صينة بقالها فترة كان من شأنها هنا تقضي على الإرهاب لو ما كانش فيه دعم بيستمر إن هو بيجي لهم لكن للأسف لحد النهاردة عبر الأنفاق فيه دعم بيروح لهؤلاء الإرهابيين سواء يكونوا بنتكلم على تسليح أو بنتكلم على دعم لوجستي أو أشخاص نما الملحوظ برضو إن الحمد لله عدد الأسلحة اللي بيتم ضبطها مع الإرهابيين ونوعية التسليح اللي بيتم ضبطها مع الإرهابيين أصبح إلى حد ما بداء شوية وده معناه إن أصبح فيه تكفيف لمنابع التسليح اللي كانت بتجههم في الأول نحن في الأول كنا منشوف أسلحة من أنواع يعني ثقيلة وما نتمناشنا تكون موجودة مع الإرهابيين فالنهاردة الحمد لله الوضع يعتبر أفضل بكثير مما كان ورقميا وإحصائيا أيضا العمليات الإرهابية قلت كثيرا في سيناء من 2013 وصولا إلى 2018 2019 يعني بقينا بالكاد نسمع عن عمليات إرهابية لكن في كل أحوال التهديد لازال قائما ولو حتى كان في نسبة بسيطة وفي منطقة ربما تقدر 40 كيلو أو ما شابه دكتور أهابو أنت خبير في المخاطر الأمنية بتأكيد الشائعات أحد المخاطر الإرهابية التي تواجه الدولة المصرية وتواجه المجتمع المصري في هذه الحادثة الأخيرة الحادثة الإرهابية الأخيرة التي وقعت في العريش بعدها بمجرد الإعلان عنها لحظنا أن هناك كم كبير من الشائعات سواء تلك المتعلقة بإعداد الشهداء والضحايا جراء هذه الحادثة أو حتى الجميع كان يدخل في سجال حول تفاصيل عسكرية أو تفاصيل أمنية المدنيين لا يعرفون عنها الكثير من هو المسؤول عن هذه الشائعات وعنادي الحملات الإعلامية التي ربما تأتي ضد رغبات المجتمع المصري وضد توجهات الدولة المصرية خلينا أهضح حاجة مجموعة نقاط وحاجة بتصير موضوع غاية في الأهمية أولا الحديث عن ما لا نعلمه أنا أعتقد أنه جريمة بحد ذاتها يعني أنا أتكلم على موضوع أنا معرفش فيه حاجة وأبلي بدلوي وقفتي وأسرد معلومات خد تبدو للآخرين إنها حقيقة أنا أعتقد أن أنا كده برتكب جريمة في حق المجتمع اللي أنا بعيش فيه أنا واحد من الناس اللي كان لها شرف مكفحة الإرهاب في التمرينات ولو بنبص على الظابط أو الفرد اللي بيكون موجود ساعة إطلاق النار ده شخص بيشعر بمشاعر مش ممكن تقدر تقيمه حاجة قاعد في التكييف على الكمبيوتر وقاعد بتتكلم فيه كلام مالوش معنى فهنا إحنا بناشد الإخوة المواطنين أو الغرباء اللي هما ما عندهمش معلومات دقيقة إنه هما يمتنعوا عن الإدلاق بدلوق ده نقطة النقطة التانية إنه إحنا لما بنيجي نستقبل معلومة عبر وسائل التواصل المجتمع إحنا مش عارفين من اللي طلحها قد يكون البروفايل أو الصورة اللي موجودة دي بتاعة شخص مصري ولكن هذا الشخص ممكن يكون من الأعداء في دولة أخرى قاعد بيشتغل طبع أجهزة مخابرات بيبصر حياتك تعلمات قد تؤدي بتفكيك جبهة داخلية وكلنا مؤمنين إنه النهاردة الحالة النفسية للمجتمع هي الأساس اللي ممكن تبني عليه النجاحات في المرحلة القادمة وعشان كده أجهزة المخابرات في الدول الأخرى ببتدت تستغن عن الحروب التقليدية بإنها تعمل ما يطلق عليه الحروب النفسية الحروب النفسية أهم أدواتها الشائعات أنا كل ما قدرت أنت تروق شائعات داخل المجتمع وأنت تخلخر المجتمع من الداخل وتخليه يفقد الثقة في النجاحات اللي هو ممكن حققها أو النجاحات الأول أو ثقته في القيادة بتاعته هنا بتبتدي تبقى عمدك مشكلة فيه تحقيق اللي أنت عايز تعمله فالفكرة أو الهدف اللي بيشتغل عليه الآخر ودي اللي بيقولوا عليها حروب الجيد الرابع أو ما شابه هي فكرة تفكيك الجفة الداخلية من خلال الحروب النفسية وعلى ذلك لابد من الاعتماد على البيانات الرسمية والأخبار الرسمية التي ترد إلينا من مصادر رسمية ومعروفة وموفقة يجي دور الدولة في أنها تكون حريصة في أنها تكون سريعة في البيانات بتاعتها واضحة في البيانات بتاعتها تجتمل على كل المعلومات الممكنة عشان تقفل استغرات على أي مواط أي حد عايز يروج أي إشاعة كتابة ويمكن دي من أحد مجاحات وزارة الداخلية اللي احنا شايفينها أنها كل يوم النهاردة بتطلع بتودي حاجة بيان إذا كان في حاجة جديدة حصلت أو معلومات جديدة وده شيء طيب لأنه بيقفل استغرات عن بعض اللي بيريده اللي عبس في الأمن الداخلي المصر مش بس بيانات لكن صوتا وصورة وعبر الفيديو كما سيدة اللواء الدكتور ريهاب يوسف خبير في إدارة المخاطر الأمنية شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة إلى هنا مشاهدين أعزاء وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من الآن ألقاكم على رأس الساعة في مجازة إخباري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر